بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس الواجب نحو آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تعودنا إخواني وأخواتي وقبل أن نبدأ درسنا الجديد أن نستذكر ونراجع وإياكم ما سبق أخذه في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن الواجب نحو الرسول صلى الله عليه وسلم وتطرقنا في هذا الدرس إلى المراد بأهل السنة والجماعة وقلنا أن أهل السنة والجماعة هم الذين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وذكرنا أنهم سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لها والأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عليه استجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ومنهج أهل السنة والجماعة المقصود به هو طريقتهم وسيرتهم وهديهم وسمتهم والآن إخواني وأخواتي نأتي إلى ما ذكرناه من الواجب على المسلم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الواجب علينا لرسولنا عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه رسول الله حقا وأن رسالته عامة للناس أجمعين وذكرنا أيضا أن من الواجب علينا تجاه رسولنا محبته وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين أيضا من الواجب علينا الإيمان بأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين أيضا من الواجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وأن نشهد بأنه بلغ البلاغ المبين أيضا من الواجب علينا تصديق أخباره وأقواله عليه الصلاة والسلام أيضا من الواجب علينا أن نصلي ونسلم عليه لا سيما عندما يذكر عليه الصلاة والسلام أيضا من الواجب علينا بيان فضله على البشرية جميعا بأن جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وأنه لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة العظمى والآن إخواني وأخواتي وبعد أن استعرضنا أهم العناصر في الدرس الماضي ننتقل إلى درسنا الجديد والذي سيتحدث عن الواجب نحو آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نتحدث عن آل بيت الرسول دعونا نستمع إلى هذا الحديث قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا وقال في خطبته أذكركم الله في أهل بيتي إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا ثلاثا بأهل بيته وآل بيته عليه الصلاة والسلام فمن هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام وما الواجب علينا تجاههم هذا ما سنعرفه في هذا الدرس بإذن الله تعالى أولا نتحدث عن المراد بآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قلنا آل البيت المقصود بهم ذريته وأزواجه ذريته وأزواجه عليه الصلاة والسلام يدل لذلك قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذه الآية قد جاءت بعد أن خاطب الله سبحانه وتعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته أيضا من آل بيت الرسول الذين حرمت عليهم الصدقة الذين حرمت عليهم الصدقة وقد ذكرهم زيد بن أرقم رضي الله عنه بقوله أهل بيته عليه الصلاة والسلام من حرم الصدقة بعده ثم قال رضي الله عنه وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس ويلحق بهم بنو المطلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد إذن هنا وضح النبي صلى الله عليه وسلم من هم آل بيته ومن هم الذين منه عليه الصلاة والسلام فكل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته فإن هذا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتحرم عليه الصدقة الآن قبل أن نستكمل الدرس نريد أن نفكر قليلا ونقول من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب فلماذا لم يكن من ضمن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فنقول أحسنتم نعم لأن أبا لهب لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بل عاداه وآدى ونحن قلنا أن الذي يدخل في آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هو كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من أقاربه وأبناء عمومته فإنهم داخلون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من ذريته من أزواجه من أعمامه وأبناء أعمامه فهؤلاء يدخلون في آل بيت النبي إذا هم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وماتوا على ذلك الآن نأتي إلى ما هو الواجب على المسلم نحو آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الواجب علينا محبتهم وتكريمهم محبتهم وتكريمهم ما داموا متبعين النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من محبته وإكرامه أما من خالف السنة ولم يستقم على الإسلام فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت لأن هذا وحده لا ينفعه شيئا فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتي من مالي لا أغني عنك من الله شيئا فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القول وفي هذا الحديث يختصر أن من كان منه ومن صلبه ومن أقاربه فإنهم إذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فإن قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم شيء عند الله سبحانه وتعالى فهذا أبو لهب في النار وهذا أبو طالب في النار وهم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك لا ينفعهم قرابتهم من رسول الله إنما ينفع ذلك إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أيضا من الواجب علينا تجاه آل البيت كما قلنا أن نحترمهم وخاصة في وقتنا الحالي وفي عصرنا الحاضر يجب علينا احترام آل البيت رضي الله عنهم ولكن ينبغي علينا ويجب علينا الحذر من الغلو فيهم لأن الغلو فيهم يقودنا إلى الوقوع في البدع وفي الأمور التي لم تأتي بها الشريعة الإسلامية الآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى هذا النشاط ونتشارك سويا في حله فنقول بالتعاون مع مجموعة أراجع كتاب رياض الصالحين وأستخرج الأحاديث الواردة في إكرام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم ومن الأحاديث التي وردت في هذا الباب في هذا الكتاب العظيم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته فهذا هو أبو بكر الصديق يوصي الصحابة أن يهتموا بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأن إكرام آل البيت من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل الآن إخواني وأخواتي إلى التقويم ونتشارك سويا في حله السؤال الأول ما المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن المراد هم ذريته وأزواجه والذين حرمت عليهم الصدقة السؤال الثاني ما الواجب تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الواجب محبتهم وتكريمهم ما الواجب نحو أهل البيت في العصر الحاضر فنقول أن الواجب علينا احترامهم مع عدم الغلو فيهم السؤال الرابع ما الشيء الذي يحذره المسلم تجاه أهل البيت فنقول نعم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى نلتقيكم في دروس قادمة إلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته